في ثاني رمضان مغربي تحت جائحة فيروس كورونا أخذ عادل الرحوي المبادرة ففتح مقهاه في مدينة سلاء المغربية كمقهى للجلوس المجاني للدراسة لصالح الطلبة رسائنا لنحل هذا الفضاء بنهار في شهر رمضان الكريم لجميع الشباب وجميع المواطنين باش يجيوا لهذا الفضاء هذا يستغلوا الانترنت باش اللي عنده دراسة دياله والامتحانة دياله بمجان لجميع العموم المواطنين اللي بغازة ما كنا يجيوا وقرحتو في يوميات شهر رمضان تشرف غيتا على مطعم عائلي اسمه الفنانون في العاصمة المغربية الرباط وجدت طلبة فضاء مفتوح للدراسة مع خدمة الانترنت والربط الكهربائي حرصت الفامي العائلة على أنها تبقى دائما شدة فهذه الفكرة اللولة اللي حلت اللي تحل لليها المطعم من هاللول واللي هي اللي باقتل تحل المطعم على أساس الناس اللي بغواوا يجيوا ويقرأوا وليز اتوديان صورتو للطلبة اللي بغواوا يجيوا ويقرأوا مرحبا بيوم كين اللي اسباس؟ كين اللي كونيكشون؟ كين اللي بخيز دو شعل؟ كين جي للكافي لازارتيست باش كنخدم كنت لقى ناس خورين لتاوما كيقلبوا على نفس الامبيانس باقين يجيوا وتاوما باش يخدموا خامك يناشت كونسوماتي وخامك تقلش كتاكله لكتشرب وليني على الأقل كتلقى أن الاسباس لتقد تكون سنترا فيه وتخدم فيه بعيدا عن حسابات الربح والخسارة المالية يعلن أصحاب المقاهي والمطاعم المنخرطون في مبادرة الافتتاح نهارا في رمضان أن هدفهم هو تقاسم الفضاءات ولو أن أعدادها قليلة إلا أن مقاهي ومطاعم مغربية اختارت أن تفتح في نهار رمضان في زمن فيروس كورونا أمام الطلبة الراغبين في الاستفادة من فضاءات مجانية للدراسة والإنترنت عادل الزبيري العربية الرباط